في الوقت الذي تواصل فيه المفوضية العدة والفرز اليدوية للمحطات المطعون بها تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا لتقريب وجهات النظر بين القوى الفائزة في الانتخابات والمعترضة على النتائج في محاولة لاحتواء الموقف وتجنب التصعيد قبل اعلان النتائج النهائية للاقتراع وسط دعوات لتغليب المصلحة العليا للبلاد واعتماد السياقات القانونية في هذا الاطار يجب على العقلاء يجب على كل يريدون مصلحة البلد تغليب مصلحة البلد عن مصالحهم الشخصية بالتالي سماحت السيد عمار الحكيم باعتقادي سوف يكون وسيط لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية سواء كانت الفائزة في المقاعد الأكثر أو الفائزة في المقاعد الأقل أما سيناريوها تشكيل الحكومة المقبلة فما زالت تتأرجح بين كفتي حكومة الأغلبية الوطنية أو الحكومة التوافقية وسط ترجحات بأن يكون الخيار الأخير هو الأقرب في ظل استمرار التصعيد والاعتراضات الانتخابية خاصة وأن أغلب القوى تعودت على المحاصصة ولا تؤمن بمفهوم سوى مفهوم السلطة كما يرى بعض المراقبين يبدو أن هذه القوى تعودت دائما أنها تكون في واجهة السلطة وكلما كانت هي حاضرة في المشهد التنفيذي تعتقد أنها تمارس السياسة وعلى هذا الأساس نجد في أحاديثهم في صالناتهم السياسية وحتى أحاديثهم الخاصة حينما يتحدثون لا يؤمنون بمفهوم الدولة بقدر ما يؤمنون بمفهوم السلطة وبالتزامن مع الحراك السياسية التي تقوده بعض الأطراف نأت مرجعية نجف بنفسها عن الصراعات بعد أن نفى مكتب السستانية تدخل في مباحثات تشكيل الحكومة مؤكدا أن المرجع الديني ليس طرفا في أي اجتماعات أو مباحثات بشأن عقد التحالفات السياسية